ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لدي البشامي اللي سبق لي وحضرتها معكم سنجعل لكم الرابط في الخانة للوصف لدي كذلك معلقة كبيرة للزبدة لدي كذلك الفرماج الأحمر بهذا الشكل هذا سنبدأ الطعرق ستحضير في مقلاة سنجعل المعلقة كبيرة للزبدة يمكن لكم أن تستبدلوها بزيت الزيتون سنجعله واحدة كدد ونزيده على البصلة المتوسطة المقطعة بهذا الشكل هذا فالطعرق سهلة وسريعة سنقلبوهم بهذا الشكل هذا مزيان سنبدأت تشحر لنا البصلة بهذا الشكل هذا سنزيد الملحة والبزار للتنسين فقط فيمكن لكم تنسموه بتوابي اللي بغيتو سنحركوه مزيان سنقلبو ذكر البصلة بعدما كطيب ذكر البصلة بهذا الشكل هذا سنزيدو على هذا 500 جرم البطاطا اللي مقشرة ومسلوقة كما لكم ومقطع مكعبات سنحركوها مزيان بهذا الشكل هذا حتى تتحرك وقد ندامج مع ذيك البصلة بعد الشكل هذا سنقلبو اللطفة سنقلبو القغطان ممكن لكم تدهنوها بالزبدة أنا مدهنتهش سنقلبوه في ذيك البطاطا دينا وذيك البصلة اللي شحرنا معها شوية بالزبدة سنستفوها في الطابق بعد الشكل هذا بعد الشكل هذا سنقلبوها على جميع الأطرف ضروري خاصة توزع بعد ما كنوزعوها نجيبو البشاميل دينا كما قلت لكم البشاميل لراني السبق لي وحضرتها معاكم غد نخليه لكم في فيديو يعني بوحده غد نخليه لكم في الخانة دينا الوصف كنوزعو البشاميل بات شكل هذا حتى كيتوزع مزيان بات شكل هذا فالبشاميل تجيب بنينة 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 في القغطة يعني خصوصا هذا القغطة هذا سهل وسريع يمكن لكم تجدو في طاقة مدودة ما كي يجيش صعيب بزاف أو كي يجيش حاجة زوينة بزاف أو الليدة بزاف كنديرو البشاميل دينا بعد الشكل هذا صافي بالبعد غد ندير الفروماج الحمر بعد الشكل هذا كنوزعو على جميع الأطراف صافي بعد ما كنوزعوه كندخلوه على الفرران كنحسبوه لعشرين دقيقة حتى كنت طيب مزيان كيدو بدك الفروماج وكتجيبها تشكل هذا كتجي رائعة كنقدموها وهي سخونة إن شاء الله تنعجب دي لكم الحلقة دي اليوم وتجربو الوصفة دي لغطان دي للمطاطس إن شاء الله تنعجب دي لكم الحلقة إلا عجبتكم باتتسوش الدروجي بالفيديو كذلك تشتركوا في القناة باشتوصلوا بجدد الوصفة واتخلوا لي التعليقات دي لكم هو الوصفة دي اليوم إلى حلقة مقابلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر